اولا طريقة التحليل اذا كان من الممكن تحليل كثيرة الحدود باستخدام اعداد صحيحة فيمكن حينئذ تطبيق خاصية صفر حاصل الضرب كالتالي مثال حل المعادلة التالية الحل واحد باستخدام طرق التحليل التي سبق ان رأيناها في الوحدة الثانية نجد ان وباستخدام خاصية صفر حاصل الضرب يكون الحل كما يلي اذا حلول المعادلة هي ووجدنا حلين لان المعادلة من الدرجة الثانية ويمكن التأكد من الحلول بتعويضها في المعادلة الاصلية اثنان يتم التحليل هنا بالبحث عن قيم للاعداد M N P Q لان A لا تساوي واحد ويكون الحل كالتالي اذا حلول المعادلة هي X تساوي سالب اثنين وX تساوي ثلاثة على اثنين P اشتركوا في القناة وللا تساوي زرني التحليل ها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة ویمانا 같습니다 ليس للمشاهدة